سيد الفل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناة نرميني الماكد يارب تكونوا بألف خير وسحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ كل سنة وانتوا طيبين خلاص بقى بكرة الفطار تعالوا النهاردة اوليكم ازاي نعمل الفراخ المشوية بالطريقة عالمية هوريكم النهاردة تدبيل الفراخ المشوية اللي عمرها ما هتخيب معاك هتطلع معاك الفراخ مشوية وحلوة وطرية وجوسي وفي نفس الوقت مش هتنشف منك واهم حاجة من ده كله انك هتضماني تسوية الفرخة مية في المية مفيش حتة في الفرخة مش هتبقى مستوية والسدر اللي ناس كتير جدا مش بتحب تاكلوا في الفرخة النهاردة هوريك ازاي طريقة التدبيل بصوا الفراخ دايبة دوب حرفيا انا عزاكم تشوفوا يعني بصوا حاجة جميلة جدا جدا الطعم رهيب الفراخ كده طعمها حلو تدبيلتها جميلة جدا بس لو لسه ما اشتركوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة الشراك تحت الفيديو واللون الاحمر وتفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وشكرا من كل قلب للناس اللي ابتدعمني بانتسابها في قناتي اتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم في القناة وما تنسوش بقى تتابعوني كل يوم ان شاء الله هعمل لكم بقى الوصفات الفطاري هتدخل على كل الاكلات البط بقى والفراخ والكفتة وكله اول حاجة انا جبت الفرخة هدد الوقت هنشتغل حاجة حدوة جدا هنجيب الفرخة بتاعتنا طبعا نقعناها قبل ما نبتدي ان احنا يعني نسويها او اي حاجة هنجيب اللمونة بالشكل ده بعد ما غصلنا الفرخة وشطفناها كويس هجيب دمونة وبتدي ان انا امشيها على انسجة الفرخة كلها بصوا دي بتخلي الفرخة معايا ان هي ايه كل الحاجات اللي هي زفارة الفراخ بقى والبواق الدم مكان الدبح والحاجات دي بصوا بتنضف بتبقى فول شامعة من وورا كده هبتدي ان انا ادعك الفرخة كلها انا مش بكتفي ان انا اعصر مية في لمون لا الفراخ لازم تتنظف بالطريقة دي انا الطريقة دي اعتمدها اخيرا بقيت بجيب الملح ملح خشن وابتدي ان انا احط فيه قشر اللمون وابتدي ان انا ادعك الفرخة كويسة جدا 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 عشان خاطر ابتدي اتخلص من اي ريحة مش لطيفة للفراخ الطريقة دي بتبقى مثالية لو انتو بتعملوا فراخ مستوردة لبقى لانها بتخلصكم خالص من اي زفارة بتكون في الفراخ وخصوصا الفراخ المستوردة وكمان بتخلصكم من اي حاجات مثلا تكون مكان التجميد لو انتو عندكم فراخ مجمدة وعايزين تفكوها الطريقة دي بالنسبة لكم مثالية اشتغل التدبيرة بتاعتي في الخلاط بالطريقة دي هجيب بصلاية وفلفلاية والتراصة وتمطماية وشوية بقدونس وشوية شبت وشوية كسبرة حزم كده صغيرة وفلفل حامي كمان تقدروا تحطوا فلفل بارد تحطوا فلفل الوان براحتكم خالص اللي انتو تحبوه كل الكلام ده هنضربه لو عندي هند بلندر او لو عندي خلاط عندي كبة المهمة اضربه ناعم جدا جدا ميبقاش فيه اي نوع من انواع التكتلات خالص خالص الخلطة دي تقريبا كل الناس عرفاها طب ايه السر يعني او ايه التكة اللي احنا هنعملها التكة اللي احنا هنعملها ان احنا هنضيف بعض الاضافات للخلطة دي هي اللي هتخليها مثالية قوي التدبيلة دي جماعة حلوة قوي مع كل انواع الطيور مش بس مع الفراخ يعني مثلا ممكن تعملوا بيها البط ممكن تعملوا بيها الفراخ ممكن كمان تعملوا بيها اللحمة المشوية بس اللي بيختلف البهارات اللي انتم بتحطوها لازم احط معلقتين من الخل في التدبيلة دي عشان تتخلص من زفارة الفراخ وكمان تديني تروى كده للانسجة ببتلي اجيب ملح وفلفل وتوم بودر وبصل بودر ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ معلقة بهارات الفراخ دي بتخلي الفراخ تحفة تقدروا تشتروها من عند العطار وتقدروا كمان تعملوها في البيت انا عملالكم وصفات كتير عن البهارات اللي هي المنزلية هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق البصل وتبدأوا ان انتم تقلبوها كده وبيبقى شكل الخلطة بالطريقة دي وهنبتدي دلوقتي نعمل ايه؟ اول حاجة نعملها نشيل الجلد من الفرخة بس مش هنرمي لا احنا بنعمل كده مسافة او بنوسع ما بين الجلد واللحمة بالطريقة دي وهنبتدي بقى ان احنا ندخل التدبيلة بتاعت الفراخ ما بين الجلد واللحمة الطريقة دي بتبقى حلوة اوي لانها بتخلي انسجة الفراخ عندي نعمة اوي اوي بس هو ده السر اللي انا هقولكم عليه انا بجيب معلقة من العسل الاسود وابتدي ان انا نقلبها في الخلطة دي العسل الاسود بيدي لمع حلوة اوي للفرخة لما تيجي تشوي مش بس كده يا جماعة كمان بيديها لون حلو يعني لما بنيجي نشوف الفراخ المشوية في المطاعم لونها حلو جدا ليه ده بيكون بسبب معلقة العسل الاسود المعسل الاسود خطير 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 في الفراخ المشوية جربوه مش بس في الفراخ المشوية في اغلب المشويات وانا هنا بما ان احنا اليوم من دول موسم بقى البطاطا فانا قررت ان انا اجيب البطاطا جبت البطاطا الحمرة والبطاطا الصفرة وبدأت ان انا قطحهم مع حبتين بطاطا سكوبار انا حابة يعني الاكلة تبقى كاملة متكاملة ونزلتها في باقي التدبيلة ودتهم تقليبة حلوة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده علشان خطير انا هعمل حشوة حلوة قوي مش هحشي مثلا بمش هحشي برز لا انا هحشي بالخضار ده هبتدي ان انا احشي الفرخة كلها بالخضار بالطريقة دي يعني اولا توفير من موضوع الرز والحاجات دي ثانيا انا لقي حاجة حلوة جوه الفرخة وغير كده صحي اكتر يعني بصراحة حشوة الخضار دي بتبقى حلوة ممكن تزودوا عليها بصر وفلفل وخضار اي خضار عندكم بسلة جزر اي حاجة تحبوها بتبقى حلوة جدا جدا جربوا يعني حاولوا انتوا تعملوا حاجات جديدة بالشرط ان كل مرة الفرخة تبقى فضية او محشية رز او محشية فريق او مثلا متقطع لأ جربوا الحاجات الجديدة دي بتبقى حلوة وخصوصا في المناسبات اللي زي الاعياد وليالي الاعياد والحاجات دي او العزومات بتبقى حلوة ومشرفة جدا وحاجة جديدة غير معتدين عليها بقفل الفرخة بتاعتي بعد ما حشيتها وفي ناس كتير على فكرة بتعترض على حشو الفراخ البيضة تقولك الفراخ البيضة مش بتتحشي لأ بتتحشي على فكرة وبتبقى زي الفل وعملتلكم قبل كده حشوة الرز فيها وكانت خطيرة جدا جدا اهم حاجة تكتفوا الفرخة كويس احنا مش هنسلقها بس يعني التكتيفة دي بتخلي الفرخة بتاعتي ان هي ايه ما تفكش مني والحشوة عمرها ما تنزل من الفرخة زي ما انتو شايفين شكل الفرخة حلوة جدا جدا هنجيب دلوقتي انا هبتدي ان انا اعمل ايه هجيب شوية مية كده مع لقتين كباتين من المية وهنزل عليهم بربع كباية من الخل والطريقة دي جديدة وحصرية ما تلاقوش حد عملها قبل كده الطريقة دي يا ستي بتضمن لك مليون في المية ان الفرخة بتاحتك عمرها عمرها ما هتطلع مية وحاجة تانية مش هتاخد وقت كتير معاك في السوا انا سبتها لحد ما المية خلصت يعني انا حطة كباتين مية صغيرين وربع كباية خل وسبتها في الفرخة كده وما لقيت في الفل اسود وسبتهم لحد ما استوه خالص يعني لحد ما المية خلصت بس الفرخة متتحرقش وطلع الفرخة ودخلها جوه الفرخة الطريقة دي فعلا فعلا يعني هي اللي بتخلي الفراخ تبقى مشوية جوسي ولذيزة وطرية وحلوة قوي بدخلها تحت الشواية وممكن اديها كده سنة فلفل اسود مع شوية عسل اسود مع شوية طماطم معصورة كده هنوش وابتدي ان انا طلعها على بصل متقطع متدبل زي ما انتو شايفين وشوية خضار وقدم احلى فرخة مشوية مع شوية رزق او مثلا لو هنعملها مع طبيخ مثلا ملوخية وحاجات زي كده اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم وينال تعالى رضاكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه وشكرا من كل قلبيل الناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي اتمنى توصلوا دعموكم وانتسابكم في القناة ما تنسوش تتابعوا باقي الوصفات الفطاري اللي هنزلها الفترة اللي جاية وههتم جدا بالحلويات زي ما تعودنا دايما والمعجنات وكمان بتوع الدايت ان شاء الله مش نسيكم ابدا ابدا تحياتي لكم بألف هنوشفها كل سنة وانتو طيبين واشوفكم دايما يا رب على خير قريب اشتركوا في القناة